الأشرار صاروا أبطال في لعبة Suicide Squad Kill the Justice League الجديدة وفي هذا الفيديو بنستعرض لكم تجربتنا للعبة من مقر Rocksteady Studios في لندن اللعبة عبارة عن تصويب من المنظور الثالث بأسلوب العالم المفتوح في مدينة متروبوليس وتقدر تلعب على انفراد أو مع أصحابك مثلاً أونلاين عصابة Suicide Squad مكونة من أربع أشخاص اللي هم شخصية Deadshot وكينغ شارك وهارلي كوين وكابتن بومرانج وطبعاً كل شخصية تتميز بأسلوب قتال وتنقل خاص فيها وخلال التجربة الشخصية الرئيسية اللي جربتها خلال فترة اللعب كانت Deadshot فمثلاً في التنقل Deadshot يعتمد على الطيران باستخدام جيت باك على ظهرة بينما شخصية كينغ شارك يعتمد على القفز العالي جداً وهارلي كوين تستخدم مسدس الخطاف وتتمرجح بمساعدة درون وكابتن بومرانج يتحرك بسرعة عالية جداً مثل The Flash والتنقل محدود عندك فلازم تعتمد على التوقيت عشان تستفيد من كامل المدة المتاحة لك قبل ما تطيح للأرض ويصير Reset لطاقة التنقل وتبدأ من جديد والممتع في الموضوع إذا خلصت الطاقة عليك تقدر تستخدم الانزلاق عشان تحافظ على سرعتك ويصير Reset وترجع تحلق من جديد وهكذا وطبعاً تقدر تطور مهارات التنقل عندك باستخدام معدات جديدة أو استغلال شجرة المهارات لتطوير هالشي بالنسبة للقتال مثل ما ذكرنا الشخصيات لها أسلوب قتال خاص فيها وبالنسبة للديدشات تقدر تبنيه بحيث أنه يستخدم أسلحة بعيدة المدى مثل السنايبر للتصويب على الأعداء من بعيد وأنا شخصياً بنيت على المدى المتوسط باستخدام سلاح رشاش واستغلت رمي القنابل على العدو خلال الطيران وحبينا التنويع في القتال أيضاً بحيث فيه طريقتين لاستعادة طاقة الدرع لشخصيتك الطريقة الأولى تصوب على نص العدو السفلي إلى ما يظهر لك مؤشر Shield Harvest وتستخدمها ضده وبيطيح لك درع إضافي تاخذه أما الطريقة الثانية أنك تستخدم ضربات الكاونتر وبيظهر لك دائرة تصويب في جزء معين من العدو وتضرب ضربة الكاونتر فيها وبيطيح منه درع إضافي أيضاً بس لازم تنتبه أنك ما تنتظر إلى ما ينتهي الدرع كامل لأنك بتصير عرضة للخطر أكثر وانت تحاول تسترجع الدرع لو كنت في وسط أعداء أكثر وللمعلومية ضربات الكاونتر مفيدة جداً خصوصاً مع الآداء الضعاف لأنك ممكن تتخلص منهم بمجرد ما تصفقهم بضربة كاونتر خلينا نتكلم عن الضربات القادية عندك ضربتين متاحة لك خلال القتال الأولى باسم Traversal Attack والثانية هي Suicide Strike تقدر تستخدمهم في أي وقت خلال القتال وطبعاً تنتظر فترة Cool Down إلى ما تستخدمهم مرة ثانية والضربات القادية مفيدة جداً طبعاً مع الزعماء وكمان عشان تتخلص من تجمع أكبر للأعداء في نفس الوقت وخلال القتال بتلاقي أعداء يصدون ضرباتك وتقدر تتفادى هالشي بضربة تخليهم يحلقوا في السماء وتفرغ سلاحك فيهم وبكذا عندك مجال تسوي كومبوات رهيبة في القتال لعبة Suicide Squad الجديدة بتوفر لك مهمات رئيسية وجانبية متنوعة وخلال تجربتنا لعبنا مهمات مثل إنقاذ البشر من الوحوش ونقلهم لمكان آمن ومهمة تقتل أفواج من الوحوش قبل لا ينتهي الوقت ومهمة تركب سيارات مسلحة عشان تذبح وحوش ضخمة لفترة معينة قبل السيارة تنفجر فيك وتدور لك سيارة بدالها ولما تخلص كل مهمة راح يظهر لك ترتيب الفريق في الأداء خلال المهمة وتشوف المكافآت اللي حصلتها مثل سلاح جديد وغيرها وبكذا تقدر تطور معدات شخصيتك واللعبة تسمح لك أيضا بالتعديل على الأسلحة بخاصية Overhaul أو تصنع أسلحة جديدة بالكامل باستخدام موارد معينة وتقدر تضيف أفليكشن على السلاح اللي هي مؤثر إضافي تستفيد منه ضد العدو وفي تجربتنا كان عندنا مؤثر يجمد العدو في محلة ويزيد من قوة الضربات عليه لفترة محدودة وبالإضافة للمهمات الجانبية والرئيسية تحديات ريدلر رجعت من جديد اللي كانت في ألعاب مثل سلسلة باتمان آركام وسوين تحدي الطيران في مضمار حلقات قبل لا ينتهي الوقت وربما نشوف تحديات متنوعة أكثر عند صدور اللعبة قصة اللعبة باختصار وبحسب العروض اللي نزلت للعبة لحد الآن إن عصابة السووسايد سكواد تكلفوا بمهمة إنقاذ العالم من كائن آلي عملاق باسم براينياك اللي جالس يحول سكان مدينة متروبوليس إلى وحوش ويدمر المدينة والعالم وتمكن إنه يتحكم بعقول أبطال الجستس ليغ مثل باتمان وسوبرمان وغرين لانترن وذا فلاش وبكذا صاروا أشرار والسووسايد سكواد الآن لازم ينقذ العالم والجستس ليغ بطريقة أو بأخرى وحبيت جدا جزئية الحوارات اللي تدور بين الشخصيات بشكل مستمر سواء كانت في مقاطع الكاتسينز أو خلال اللعب وغالبا ما تكون بطابع كوميدي ومن وقت لوقت راح تسمع محادثات بين أعضاء الجستس ليغ وأنت تلعب على الراديو لعبة سووسايد سكواد كيل دا جستس ليغ بتنزل في 2 فبراير 2024 ورح توفر توطين للقوائم ونصوص اللعبة مع العلم إنه ما راح يكون فيه دبلجة عربية لأصوات الشخصيات وهذه كانت انطباعاتنا عن اللعبة لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك وتسووا سبسكرايب عشان ما يفوتكم أي من فيديواتنا الجديدة شكرا لكم على المتابعة ومع السلامة